بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الكريمة وصلت لأكثر من مليار مشاهد والسبب هو قطة سبحان الله دعوني أولا أشاهد هذه اللقطة اللطيفة ثم أعلق ليس على اللقطة ذاتها بل على الآية الكريمة والعبرة من هذه اللقطة إن تتبعون إلا الظلم وإلا أنتم إلا تخصون قل فالله حجة البالرة فلو شاء لهذاكم أجمعين الله جزى الله خيرا هذا القارئ على هذا الصوت الجميل وهذه الآية بالذات وصلت لمليار مشاهد خلال زمن قصير جدا هذا يدلك أخي الحبيب على أن الله إذا أراد شيئا يسخر أبسط الأسباب لإيصاله يعني مليار مشاهدة هذا الرقم يعجز عن تحقيقه كبار المشاهر وبخاصة خلال زمن قصير فتصور أن قطة كانت سببا في هذا الأمر ولكن أنا تعليقي على هذه الآية الكريمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نستمع إليها من خلال هذه اللقطة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين الله عندما يشاء أمرا عندما يقضي أمرا صدقوني بأهوى سبب يمكن أن يحقق هذا الأمر وهذا ينطبق علي وعليك وعلى كل البشر فالله عز وجل لو شاء لهذاكم أجمعين ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من تفكيرنا لأننا مهما حسبنا لن نصل إلى العلم الإلهي فالله عز وجل أراد أن يقول لك أيها الإنسان من خلال هذه الآية الكريمة قل فلله الحجة البالغة الدليل البالغ والبرهان والآيات والمعجزات كلها عند الله سبحانه وتعالى نحن فقط ننفذ مشيئة الله لذلك مثل هذه اللقطة أيها الأحبة انتشرت بشكل غريب جدا وربما الكثير لم يلاحظ الآية التي نطق بها هذا الإمام جزاه الله خيرا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين إذن أخي الحبيب لا تحزن على شيء كل ما يحدث معك هو بأمر الله وبمشيئة الله ولكن عليك أنت فقط أن تنفذ ما أمرك الله به وأن تثق أن الله على كل شيء قدير فإذا أراد أن يسوق لك أسباب الرزق الله قادر على ذلك وبأبسط الأسباب إذا أراد أن يصرف عنك شرا الله قادر على ذلك تماما عندما أراد الله أن تصل هذه الآية الكريمة أراد أن يوصل كلامه الشريف لمليار شخص وضع سببا بسيطا هو قطة سبحان الله لذلك ينبغي أن لا نيأس أن لا نيأس من رحمة الله لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالله أخي الحبيب قادر على كل شيء ضع ثقتك بالله وتوكل على الله والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وهو القادر على أن يصرف عنك الضر وقادر على أن يحل جميع مشاكلك ولكن بشرط أن تثق لقدرة الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة